البداية من محافظة المهرة حيث تشهد أزمة مشتقة نفطية حادة خاصة في مادة البنزين منذ أمس ما أدى لبقاء سيارات أمام محطات الوقود وطالب المواطنون السلطة المحلية بالعمل على توفير المشتقة النفطية أو الخروج ومصارحة المواطنين بمن يقف وراء الأزمة التي تعصف بالمحافظة بين الحين والآخر وتتعمد القوات السعودية عرقلة وصول المشتقة النفطية في ميناء نشطون لأكثر من مرة خلال الفترات السابقة تأتي هذه الأزمة بالتزامن مع تصعيد ميليشيا الانتقالي وإعلانها عن برنامج تصعيد في المحافظة